كابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام وكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادلالي في كل مكان يسعدنا أن يكون مباراة كبيرة بن فيها شخصية لعبة النادلالي وروح لعبة النادلالي في ظل غيابات إصابات بتلعب عشر لعبين أكتر من خمسة وخمسين ديئة طبعا تحدي كابتن أيمن وكابتن عليا وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني زي ما أنت قلت مباراة كبيرة بالنسبان أنا حسين اللحن رجعنا للعبة النادلالي بجد شخصية النادلالي بتلعب رغم النقص العددي ونفس الغيابات والإصابات اللي موجودة واللعبة اللي بتلعب في غير أمكانها أعتقد الحمد لله لن جهد كبير جدا من العبة ويشكر طبعا كل اللعبة اللي قتلت لحد الآخر ديئة كان عندنا فرصة أكبر اللي نكسب برضو الحمد لله عندنا أضايا عن ضرب الجزاء وعندنا فرص كبيرة لأفشا ووشادي لما نزل وحسين وقاليو فأعتقد الحمد لله إعداد كويس وبروفا كويسة لمباراة الوداد يعني تيدينا روح كويسة ودينا أسرار لإحنا فرقة كبيرة بنلعب بشخصية البطل دايما الحمد لله كنت نسامي قول لحدك تكلمت في نقطة مهمة جدا وهي شخصية البطل وشخصية النادلالي أنا بلعب النهاردة المباراة من أجل التلات نقاط آه عندي مباراة الوداد مش أدخل نفسي في حسابات مين اللي لعب على مركز التاني لكن أنا بلعب باسم النادلالي عمرنا محكرنا في النادي الأهلي كده وتعودنا على كده وتربنا على كده النادي الأهلي بلعب للنادي الأهلي بس بغض النظر على المنافسة اللي قدامة أو بتلعب لمصلحة مين يعني النهاردة كان عندنا أول تفكير لنا اللي نحن نكسب أولا عشان خطر النادي وعشان خطر كيان كبير باسم النادي الأهلي بنالب عشان إعداد كويس لمباراة الوداد عندنا عندنا حاجات كتيرة نقدر نلعب عليها عشان ماتش يعني ورغب من كده انت شايف ان احنا وحنا هنقصين بنلعب ونواصل اللي احنا عاوزين نكسب خارجين من المشتز علينين ان احنا كان عندنا افضلية كون ممكن نكسب فاعتقد النادي الاهلي بلعب للنادي الاهلي بس سامي وانت ناقص السيناريو بتاع اللقاء انت كنت الأخطر انت كنت الأكثر في الهجمات والهجمات اللي جات عليك هجمات قليلة قوي طبعا دي تحسب طبعا للراجل عمل تاكتك كويس جان لعبنا 4-4-1 وكنا كلنا تحت الكورة بنقدر نلعب كويس بنقدر نعمل استحواز مخوفناش واننا احنا نقصين ان احنا نبدأ ويلعب نفس لعبنا عندنا استحواز كويس بتقدر توصل بالكورة بسلاسة عندنا فرص ضيعة فاعتقد الحمد لله زي ما قلت لك البطل لازم يلعب في كل ظروف وهو وارد جدا اللي انت هتلعب في افريقيا انت عارف التحكيم في افريقيا وارد جدا اللي انت هتلعب نقص فاعتقد الحمد لله دي برضو بروفها كبيرة لنا واستعداد كويس برضو ان لو قد الله حصل الموقف ده يبقى انت قدرت تلعب عليه فاعتقد الحمد لله ما كسب كبيرة من المباراة ان شاء الله اعداد كويس لنا ونفصل الحمد لله بقى وبنبدأ ان شاء الله نفكر في المباراة الودان ان شاء الله كابتن سامي مباراة كبيرة جدا اثنى عليها الجميع من ديانج ديانج النهاردة لعب مباراة كبيرة جدا في نص الملعب في وقت ملوى كان بيلعب كدف اندر وحيد طبعا ديانج عامل مباراة كبيرة قوي بس برضو ما تنساش ياسي ما تنساش حمدي احمد فتحي محمد هاني كل اللعيبة حسين الشحاد افشا رغم اللي هو ضعب نانت لكن عامل موجود كبير جدا جونيور الشيخ لما نزل شادي لما اعتقد العجبان الروح دي يا كابتن سامي لانه هي عنوان النادي الاهلي نعم النادي الاهلي عم ومفكر في لعب واحد بس ده مجموعة وكيان بيلعب في كتلة واحدة وبيعندهم هدف واحد يعني فاعتقد ان كل اللعيبة قدت مراكبة هسا من كون ديانج عمل جهدي بدني اكبر لكن في لعيبة برضو قدت هدأ كويس وهو ده اللي احنا عاوزين يعني ان شاء الله في كل مكان عندنا افضل ناس شاء الله الجماهير عايزة تطمن على خروج باجي وهل كان لرؤية فنية ولا اشتكى من اصابة وتغييرة ايدي القهرابة قدرنا نطمن عليه من خلال كابتن سعد عب حفيز لا هو راجل فضل طبعا اللي هو الشوت التاني اللي هو يبقى عاوز بموصفات خاصة خصوصا نحن لعبنا اربعة اربعة واحد فكان عاوز واحد بموصفات خاصة يقدر يوفع الكورة يقدر يستنى الناس لما تطلع يقدر يحافظ لك على الكورة كويس يعمل عمق دفاعي كويس بوسط الاثنين مساكين يقلل الضغط من عني اعتقد الشيخ ادى برضو مرضوط كويس فانما تغيير فني مش تغيير لاصابة كان في بعض السانيريهات اللي ممكن تتفرض علي في ماطش الوداد بنشوف كنا الكهرباء نشوفنا في مركز راس الحربة الشيخ في مركز راس الحربة الحرية اللي موجود فيها لعب الناد الاهلي يعني اكتر من اللعب يلعب اكتر من مركز بتدي حرية للجاز الفني ان انا غير في طريقة اللعب اكتر من تويت هو الراجل بيحب كده بيحب ان اللعيبة تلعب في اكتر من مركز يعني وممكن ان هو ده اللي بيدي حرية للعيبة تقدر تحرك كويس مش مهم انت تبدأ ناحية اليمين ممكن تحركنا على شمال بس لازم يكون في كل بوزيشن في لعيب يعني فده بيلعب بلات مركز بيعملها كويس ولعيب قديتها كويس ممكن شوفت المطش اللي فات برد نفس القصة لما ترجع للجون اللي احنا جبناه احمد الجون مروان التاني هتلاقي اللي حسين الشيحات كان بادئ هافرايت هو انها ناحية شمال كان وليد سلمان هو اللي في فيرود ومروان كان مكان وليد سلمان وجون اللي كان لناحية التانية مكان مكان حسين فاعتقد المركزية دي بتديني افضلية التحرك من جير كورة وراجل بيفكر فيه كتير جدا مكلم اللعيف فيه كتير جدا اعتقد الحمد لله اللعبة يعني استوعبت الفكر بتاع الراجل استوعبت افكاره اللي بيفكر فيها وتحضرات المباريات ازاي وازاي غار التاكتك ازاي فاعتقد الحمد لله اجابية من الايجابيات برضو زي ما انت قلت اخيرا من ضمن الايجابيات النهاردة شفنا مهارة استغلال التزديد من خارج بمطوط الجزاء كمان الاهل في فترة طويلة ما يستغلش هذا الامر شوفناه نهاردة رغم انها ما حقيتش اهداف بس بقت موجودة النهاردة ديانجا اكتر منكور النهاردة افشا اكتر منكور دي برضو من الحلول الراجل تكلم معنا بين وشوتين ان انت ممكن مش هتقدر توصل بكسافة في التلت الاخير فمهم جدا انت تفكر في التصويب وده اللعيب الحمد لله برضو قديته كويس افشا عمل تصويبه كويس جدا كان موتخش جون نفس القصة نفس القصة حسين مش بنفس القوة لكن برضو هي محاولات اعتقد الحمد لله زي ما انت قلت دي حاجة اجابية تحسب لنا وان شاء الله اللي جاي افضل شكرا كابتن سامي وبالتوفيه ان شاء الله في رحلة المغرب وان شاء الله النادي الاهلية بيوصل المورانية وناخد البطولة ان شاء الله دعواتك ودعوات جمهور النادي الاهلية ان شاء الله شكرا شكرا كابتن ايمن داك اللقاءنا مع الكابتن سامي امصان نتكلم مصطفات في الكثير من الامور اتمنى من خلاله ايضا على اليوباجي واني تغيير اليوباجي كانت رؤية فنية لمستر بيتسو موسيماني في هذا اللقاء من جديد تعود الكلمة للكابتن ايمن شاوي وضيوفه الكرام